موسيقى الثامن عشر من ديسمبر الفين ثلاثة وعشرين يوم جديد في تاريخ هذه الأمة يوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الفين أربعة وعشرين وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة يوم الانتخاب ويوم إعلان النتيجة ويوم التنصيب هي أيام تاريخية صعب أن ينساها المصريون وهم يعلنون تمسكهم بالخيار الديمقراطي لانتخاب رئيسهم فاز الرئيس السيسي بنسبة تقترب من تسعين في المائة أما الشعب المصري فكان هو الفائز الأكبر بعدما سجل حضورا اقترب من ست وستين في المائة من إجمالي المقايدين بالجداول الانتخابية ليكتب اسمه بأحرف من نور فهنيئا لمصر ورئيسها وهنيئا لمصر شعبها أهلا بكم مشاهدينا في تغطيتنا المستمرة لاحتفالات المصريين في شوارع وميادين مصر بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية الفين أربعة وعشرين بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات في مؤتمر صحفي شاهده وتابعه المصريون والعالم وبعدها تابعنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في هذه الانتخابات وكلمته التي وجهها للشعب المصري البطل العظيم في هذا المشهد التاريخي المهم في تاريخ مصر الحديث بعدها توالت التهاني لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الداخل والخارج حيث هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله ثقة الشعب المصري العظيم وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الشعب المصري العظيم أكد ثقته في قيادته الحكيمة في هذه المرحلة الفارقة التي تكثر فيها التحديات وتتعظم فيها المسئوليات ومن ثم جاءت أصوات المصريين بمثابة تقدير لما أنجزه الرئيس السيسي في السنوات الماضية بتثبيت أركان الدولة المصرية وبناء جمهورية جديدة وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم وعبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا المشهد الانتخابي المشرف الذي ظهرت عليه الانتخابات الرئاسية المصرية وشدد مدبولي على أن الشعب المصري العظيم بعث رسالة واضحة إلى العالم أجمع مفادها الوعي بما يواجه وطنه من تحديات والإدراك لما تحقق من منجزات والأمل في غد أفضل دوماً يصنعه المصريون بسواعدهم تحت قيادة رئيس اختار منذ البداية أن ينحاز لشعبه وأن يحمل الأمانة رغم مختلف التحديات والصعاب